بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اللهم صل على نبينا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد إخواني وخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان حلقتنا هذه الدعاء بالعافية يسأل الإنسان ربه العافية وعلى الإنسان أن يكثر من ذلك ثبت أيها الأحبة الأكارم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الدعوة المباركة وقرى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورغب في ذلك ولامى الذين لا يصنعون ذلك هذه كلها أمور ثابتة في سنة سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذلك علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء أن يقول أحدنا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآهلي ومالي اللهم السرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هذه من أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا في سننه وعلمنا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى والحديث كذلك مخرج في سنن أبي داود أن يقول الإنسان اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني فهذا كله ثابت في سنة سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه الله وأعوذ بك من عذاب القبر في آخر الدعاء وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر من الدعاء بالعافية أمر عمه بذلك ففي الحديث أنه قال وهذا الحديث رواه الترمذي قال لعمه العباس يا عمي أكثر من الدعاء بالعافية ومر معنا أن خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم للواحد من أصحابه خطاب للأمة كلها وما أرسلناك إلا كافة للناس فقال له يا عمي أكثر من الدعاء بالعافية ينبغي أن يكون هذا ديدنك ينبغي أن تكون هذه عادتك ينبغي أن تديم ذلك تكثر تسأل الله سبحانه وتعالى العافية كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ورغب وحث عليه قال عليه الصلاة والسلام اسألوا الله هكذا يقول عليه الصلاة والسلام اسألوا الله العفوة والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد الإيمان خيرا من العافية خير كرامة خير نعمة أنعم الله بها عليك أن يعافيك أن يعافيك في الدنيا وأن يعافيك في الآخرة إيمان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العافية ولذلك ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من هذه الدعوة المباركة ونجد في سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يلوم من لا يصنع ذلك لا ما عليه الصلاة والسلام الذي يغفل عن هذه الدعوة الدعاء بالعافية مر عليه الصلاة والسلام مر بقوم من أهل البلاء فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هؤلاء يسألون الله العافية لأن الإنسان إذا سأل الله العافية من الله عليه بها أما كان هؤلاء يسألون الله العافية وفي صحيح مسلم زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ذكر له رجلا من أصحاب مرض مرضا شديدا فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى حاله صارك الفرخ كما ثبت في مسلم سأله نبينا عليه الصلاة والسلام هل كنت تسأل الله شيئا فقال له هذا الصحابي نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا الواجب أن يسأل الإنسان ربه العافية قال له عليه الصلاة والسلام سبحان الله تعجب نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان الله إنك لا تطيقه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما لامه على غفلته عن سؤال الله العافية قال له هل لا قلت ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا قال قائل أيها الأحبة لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الطرق على هذا الباب نجده عليه الصلاة والسلام شرع لنا في أذكار الصباح والمساء أن يسأل الإنسان ربه العافية أمر عمه العباس فقال يا عمي أكثر من سؤال الله العافية وندب النبي عليه الصلاة والسلام ونجد أنه لام من كان يغفر عن ذلك لماذا هذه العناية بأمر هذا الدعاء الدعاء بالعافية يجيبك سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الترمذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها الإنسان إذا أصبح معافا وآمنا فقد جمع الله له الخير كله فعليه أن يُعنى بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على هذه النعمة ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بالعافية أسأل الله أن يعافينا أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا إنه سميع قريب مجيب اللهم صل وسلم وبارك أنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين أسألك وأنت الأسماء نأمل وعفوك سبحانه يا خالقنا يا رب لعبيدك أنا موسيقى يا خالقنا يا رب العالمين يا رب العالمين لعبيدك إن أبدو أسنان أخضر يا رب العالمين وعاننا يا رب العالمين شكرا